السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا أصحابي ان شاء الله هنشرح اخر جزء في المحور الاول هو اماي او من اكون الفصل الرابع chapter 4 our community مجتمعنا وده منهج discover اكتشف primary 1 او الصف الاول الابتدائي وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انك تكون شاركة الدرس اللي فات مع اصحابك علشان يقدروا يطابعوا معنا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معنا الكتاب وقلم ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول للدسكور وذاكر ورايا ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين هنا page 64 او صفحة 64 وعنوانها كلاتي food water and shelter food يعني طعم water يعني ماء and shelter يعني ومأوى وديريكشن بتاتل page d بتقول use basic shapes and lines to draw food water and shelter in the boxes below يعني استخدم الاشكال الهندسية الاساسية basic shapes اللي هي ال circle والtriangle والsquare والrectangle الاشكال الهندسية اللي احنا عارفينها الاساسية and lines والخطوط to draw letters in food to draw water and shelter ومأوى in the boxes below او في السنة دي الموجودة بالاسفل color in your shapes ولون الاشكال دي بطريقتك وزي ما احنا طبعا عارفين we will use some shapes to draw the food and the water and the shelter احنا نستخدم بعض الاشكال الهندسية في اول box هنا في السندوق ده ممكن نستخدم ايه علشان نرسم نوع من انواع الطعام حد يفكر معي we will use a circle to draw an apple ممكن نستخدم دايرة علشان نرسم تفاحة جميلة هنا يبقى we will use a circle to draw an apple هنستخدم دايرة حنرسم دايرة ونخليها على شكل تفاحة جميلة لونها احمر فنلونها باللون الرد ده اول box يبقى we will use a circle to draw an apple and we will color it in red تاني box هنا هنستخدم ايه علشان نرسم water drop او نقطة مية هقول لكم احنا ممكن نرسم نقطة مية ازاي we will use a circle and triangle to draw water drop هنستخدم دايرة ومسلس triangle to draw water drop ان احنا نرسم نقطة مية هنخلي الترايانجل فوق on the top of the circle فوق الدايرة ونخليهم ملتصقين في بعض بشكل كبير فهيكون لنا شكل water drop او نقطة مية and we will color it in blue وهنلونها باللون الازرق طبعا لان المية لونها ازرق يبقى هنا an apple in red تفاحة باللون الاحمر هنا water drop with blue color وهنا نقطة مية باللون الازرق اخر بوكس هنا هنرسم فيه shelter او مأوى وعايزين نرسم house مثلا ممكن نرسم ازاي with shapes نرسم ازاي بالاشكال الهندسية we will use square and triangle to draw a house هنستخدم square مربع and triangle و مسلس to draw a house ان احنا نرسم منزل يبقى نحط triangle on the top of the square هنحط التريانجل او المسلس فوق السكوير او فوق المربع هيكون لنا شكل house جميل we will color it in brown هنلونه باللون البني يبقى هنا في an apple in red وهنا في water drop in blue وهنا في house with brown color وبكده نكون هنا شرح البيج دي والكلمات الجديدة هنا food يعني طعام water يعني ماء and shelter ومأوى basic يعني اساسي shapes اشكال او اشكال هندسية lines خطوط draw ارسم boxes سندي below موجودة بالاسفل color يعني لون ونتنقل البيج اللي بعد كده ونصل لبيج 65 او صفحة 65 وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول وبيج 65 او صفحة 65 وعنوانها كالقاتي construction workers construction يعني بناء يعني انشاء لما بتبني حاجة زي بيت او عمارة ده اسمه construction construction workers يعني عمال construction workers يعني عمال البناء وهنا بنتكلم على جزء من الدرس اللي فات وعمال البناء او construction workers زي ما عرفناهم والdirections بتاعة البيج دي بتقول use your pencil استخدم قلمك الرصاص to draw لترسم a line خط from the construction worker من عامل البناء الموجود في منتصف الصفحة to the important things للاشياء المهمة important ham things اشياء he or she هو او هي needs يحتاج to wear ان يرتدي or use او ان يستخدم to do the job لاداء عمله لاداء وظفته يبقى مرة ثانية use your pencil to draw a line from the construction worker to the important things he or she needs to wear or use to do the job هنستخدم قلمنا الرصاص علشان نوصل بين سورة the construction worker او عامل البناء الموجود هنا في الصورة بالادوات والاشياء الهامة اللي هو بيحتاجها او بيرتديها لاداء وظف وزي ما احنا شايفين هنا في عندنا مجموعة صور حوالين سورة مجموعة اول حاجة في عندنا هنا هو hard hats hard hat يعني قطبعة صلبة خوزة hard hat يعني قطبعة صلبة يعني خوزة وفي هنا عندنا ring ring يعني جارس وفي عندنا هنا boots يعني حزاء ب رأبة طويلة او حزاء مخصص ال construction worker وفي عندنا هنا tool pilts tool pilts يعني حزام الادوات اللي بيتحط فيه الادوات وبيلبسه حوالين وسطه او بيعلقه في جسمه علشان يحط فيه الادوات بتاعته stethoscope او سماعة الطبيب اللي بيستخدمها الاطباء كل الادوات اللي موجودة حوالين الصورة بتاعت ال construction worker هلين نعرف ايه هو اللي بيستخدمه علشان يؤدي عمله ويكون safe يكون في امان هو كمان فاول حاجة عندنا هنا ال hard hat ال hard hat او القطبع الصلب هل يطرى هو بيستخدمها علشان يؤدي عمله طبعا شاطرين مهم جدا لل construction workers انهما يلبسوا ال hard hats ليحموا رؤوسهم وانهما يخلوا انفسهم في امان دي اول صورة يبقى هنعمل line هنا بال pencil بين الصورة بتاعت ال construction worker و ال hard hat تاني صورة هنا ال ring ال ring او الجرز هل يطرى ال construction worker بيحتاج ال ring فاي حاجة بيقوم فيها بعمله طبعا هو ما بيستخدموش في اداء اعمله فاحنا مش هنعمل اي line بينه وبين ال construction worker ثالث حاجة ال boots ال boots او الاحذية المخصصة لحماية الاخدام دي هل يطرى هو بيستخدمها علشان او بيرتديها علشان يقوم بعمله طبعا they must wear boots to protect their feet هم لازم يلبسوا ال boots عشان يحموا اقدامهم يبقى ال construction worker بيستخدم ال boots و بيرتديها علشان يحمي اقدامه اثناء تأدية عمله طيب هنعمل line هنا بال pencil بالالم الرصاص بين صورة ال construction worker وبين ال boots ثالث حاجة ال tool belts او حزام الادوات اليو ترى هو بيستخدم tool belts لاداء اعمله طبعا شطرين they must wear tool belts they must wear tool belts to be prepared to work and always have their tools nearby لازم يلبسوا حزام الادوات to be prepared ان هما يكونوا مستعدين to work ان هما يشتغلوا and always have their tools nearby ان هما دايما يكون معاهم الادوات بتاعتهم بالقرب منهم nearby بالقرب منهم اخر حاجة سماعة الطبيب و سماعة الطبيب طبعا زي ما احنا عارفين ال construction workers ما بيستخدموهاش في اي حاجة لان هي خاصة بالطبيب فبالتالي مش هنعمل بينها وبين الصورة بتاعت ال construction worker اي line فهو بيستخدم ال hard hat بيستخدم ال boots بيستخدم tool belt لاداء اعمله وبكده نكون انهينا شرح ال page والكلمات الجديدة هنا pencil يعني الام رصاص زي ما احنا عارفين line يعني خط construction worker يعني عامل البناء construction بناء او انشاء worker يعني عامل important يعني هام هام او مهم thanks اشياء he هو or she needs يحتاج to wear ان يرتدي or use او يستخدم to do لاداء او لعمل the job الوظيفة بتاعته وبكده نكون انهينا شرح page 65 او صفحة 65 ودي اخر page في المحور الاول who am I our community وفي الختام اتمنى تكونوا استفادتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل like والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل share وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير وانت مش هتخسر اي حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته